يا صباح الورد والفل والياسمين على كل مشاهدينا ومشاهدي شاشة قناة مدرستنا 3 بنرحب بيكم وحلقة جديدة من طبور الصباح ويرب كده يكون بداية يوم مليان بالخير والأمل والتفائل والحماس والنشاط صباح الخير يا عمر صباح الفل فضل العاملة ايه كله تمام اخبارك ايه في الجو ده يعني الحمد لله انا تأكد الحمد لله نتمنى انه يبقى احسن كده اليومين اللي جاي يا رب ان شاء الله صباح الخير على حضراتكم يعني طبعا كل اللي بيشوفونا برنامج طبور الصباح دلوقتي على شاشة مدرستنا 3 بنصبح على حضراتكم بنتمنى لكم يوم سعيد ويوم جديد كله نشاط وحيوية ويكون نقدر نكون عند حسن نظنكم دايما ونقدم لنا ونقدم لكم في حلقتنا كل ما ينال اعجابكم وكالعادة بنبدأ بأخبارنا اول خبر معنا النهاردة هو خبر مهم جدا الحقيقة لانه بيرتبط بمشكلة التغيرات المناخية اللي شغل بال العالم كله خاصة خلال الفترة دي والحقيقة الموضوع ده مش بس محتاج جهود على مستوى الدول لمواجهته ولكنه محتاج مبادرات طول الوقت من كل الجهات وفي كل الاتجاهات لمحاولة تقليل تأثيرات التغيرات المناخية دي قدر الامكان ده حقيقي وعلشان كده وزارة البيئة بتتعدى ان هي تطلق حملة وطنية مهمة جدا تحت شعار لا للبلاستيك الحملة دي بتطلقها وزارة البيئة بالتعاون مع جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة وتحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الحملة دي يتحدد لها معاد هو الاسبوع الأخير من شهر يوليو القادم إن شاء الله هتكون عبارة عن حملة موسعة هيتم اطلقها من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة علشان يتم نشرها على أوسع نطاق ممكن بين مختلف المحافظات الحملة هدفها الرئيسي هو التوعية بالمخاطر اللي ممكن تترتب على استخدام البلاستيك بتحاول إن هي تروج وتعرف الناس بالبدائل المتاحة والممكنة للمنتجات البلاستيكية زي الاستخدام الواحد ده شيء مهم جدا الحقيقة لأن الحملة كده هتواجه المشكلة وهتطرح كمان الحلول فعلا يا عمر كمان الحملة هيرفقها تنفيذ مجموعة من حملات النظافة في المحافظات المختلفة بالإضافة لحملات موسعة لتنظيف الشواطئ ده غير بقى إنها كمان هتشمل مجموعة من الأنشطة التوعوية داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب للحفاظ على صحة البيئة والمواطنين أنا شخصيا معجب الحقيقة بالحملة دي جدا فاطمة يعني لأن يعني إن شاء الله يا ربنا قدرني طبعا أكون واحد من المشاركين فيها وبدعوك يشجعيني يعني يشجعيني والله أنا بحاول فعلا أنا أشارك في الحملات اللي زي دي بس يعني يا رب الوقت يسمح بدعو كمان كل اللي يشوفونا دلوقتي إن هم يستعدوا للمشاركة في حملة لا للبلاستيك لأن أنا بشوفها هي حملة الحقيقة في غاية الأهمية نتعلم منها حاجات كتير جدا وهنعرف من خلالها قد إيه إن البلاستيك ممكن يسبب أضرار لنا ولي بيئتنا غير كمان إن إحنا هنعرف إيه هي البدائل اللي ممكن نستخدمها بدل البلاستيك في يومنا العادي كده أخبارنا خلصت لكن لسه بقى هنعرف حضراتكم إيه هي الفقرات اللي عندنا عندنا يا فاطمة أول فقرة معنا الحقيقة فقرة مهمة جدا لإننا هنتكلم فيها عن موضوع بيشغل بال أي أم هو مرحلة المراهقة لأولادها واللي بيتعمل لها حسابات كتير جدا ساعات الأم أصلا ما بتكونش عارفة إزاي ممكن إنها تستعد للمرحلة العمرية المحيرة دي علشان كده في الفقرة الأولى من البرنامج النهاردة هنعرف إزاي ممكن الأم تستعد لفترة المراهقة وإيه هي أهم الخطوات والنصايح اللي المفروض تاخد بالها منها كويس أوي ده اللي هنعرفه من أدفتنا اللي هتنورنا في فقرتنا الأولى أستاذة ماري رمصيس استشاري أسري مباحس ترباوي عما بشوف إنها فقرة مهمة جدا وكتير من الأسر الحقيقة بتحتاجها عما بقى في الفقرة التانية في موضوع تاني جدا أنا بشوف إنه هو هيدينا طاقة أمل كبيرة وبيؤكد على إنه بيش حاجة اسمها مستحيلة لأنها هنتكلم عن مبادرة جميلة جدا اسمها موهبتي المبادرة دي بتستهدف إخواتنا من ذوي الإعاقة البصرية المكفوفين هي تعلمهم الفنون المختلفة أو بمعنى صح بتكتشف فيهم مواهبهم زي الرسم والنحت وغيرها كتير من المواهب يمكن بنشوف يعني فقدي البصر بيقدروا يلعبوا مزيكة لكن هم يرسموا وينحتوا دي حاجة مش سهلة شوية هنتكلم في الفقرة دي عن مبادرة موهبتي وأهدفها وإزاي بتكتشف مواهب زوي الإعاقة البصرية ده هيكون من خلال ضيوفنا مروع عمار عضو مجلس إدارة ومشرف على مركز رؤية للإعاقة البصرية وأبنوب جرجس المستشار الفني لمبادرة موهبتي ويمكن في طبور الصباح يعني شرفنا قبل ذلك باستضافة الفنان نزيه رزق وهو أول كفيف مصور فوتوغرافي في العالم ويعني حصل على الكثير من الجوائز الدولية وله يوم في الولايات المتحدة الأمريكية بإسمه بيحتفلوا به هناك لأنه الحقيقة عمل حاجة يعني شقول هي خارقة هي مختلفة هي فعلا ما حدش قدر يعملها فالنهاردة المبادرة اللي معنا اللي هنستضيفها هي بتعبر عن قدرة المصريين وقوتهم على تحدي الأمور والصعاب المختلفة خلونا نروح لفاصل ونرجع نبدأ فقراتنا على طول ما حضرتكم أرجوكوا أو تروحوا في أي حد أهلا بحضرتكم مرة تانية فترة المراحقة أكيد كلنا عارفين أن هي من أكتر الفترات العمرية الحساسة في عمر الشباب لأن فيها شخصيتهم بتتكون بيتنقلوا من مرحلة الطفولة لمرحلة عمرية مختلفة لشان كده بتبدأ الأمهات والأباء حسوا أن هم مش عارفين يتعاملوا إزاي مع ابنهم أو بنتهم حسوا أن طريقتهم تغيرت بوقفين على نفسهم مش قابلين كلمة ولا نصيحة منهم ده جمعا أن الفترة دي بيحصل فيها تغيرات سلوكية وتغيرات هرمونية بتحتاج مجهود من الأولاد علشان يتأقلموا عليها عشان كده مهم جدا أن الأهل يبزلوا كمان مجهود علشان يقدروا يقاهلوا أولادهم لدخول فترة المراقب ده بقى اللي هنعرفه من ضفتنا اللي نورانا وهي صديقة البرنامج الحقيقة وبتنورنا دايما و بتفتنا بمعلماتها الأستاذة ميري رامسيست شاري وساري واباحة درباوي أهلا وسهلا بيكي أهلا بيكي عمر أهلا بحضرتك من نوران أهلا بيكي فاطمة لو النهاردة بنتكلم عن فكرة الانتقال من مرحلة الطفولة لمرحلة المراقب فاحنا بنتكلم عن هيرمونات متغيرة سلوكيات مختلفة لغباطة بقى في الشخصية في المشاعر في طريقة التفكير نفسها في كل حاجة تقريبا إزاي الأم تقدر إنها تهيق نفسها وتستعد إنها تدخل المرحلة دي مع أولا الأم والأب لو سمحتم أيوة نسيت الأب بصلي فأنت الفكرة عن الأم يعني لا والأب إيه مش هيربي أنا مفروسة قوي عامر أنك إنك بتضيف الأب يعني دايما الأباء بيحبوا فكرة إنه نرمي العبء في التربية على ماما شفت بقى إن أنا بحملهم المسئوليات زي عامر يقول كده يعني الفكرة ماشية في اتجاه عامر خلاها في اتجاه تاني لا لا والله بصي أقولك على حاجة زي ما أنا كده في أب بيتنسيوا الأباء مثلا في حاجات اليوم الحق فيها هنا برضو عليهم الحق في التربية يعني بصي أستاذ أمري قالت إيه بيرموا البعض عشان بس نبقى واضحين محدش يزعل مني البعض بيرمي على الأم يقول لها بقى شيل أنت بقى لا يشيل معاها خلص نتكلم عن أولياء الامور بشكل عامر بزفت كده ماشي شكرا يعني طبعا الفكرة إنه في مرحلة المراحقة كمان البابا بيبقى دوره أكتر كمان لأنه بابا رمز الحماية والسند والأمان وبعدين كمان عنده يا ماما عندها حتة الحنان بزيادة فبقى عايزين بقى فيه بلانس بقى فبقى فيه شوية حزم وفكرة مش قصوة لكن شدة شوية ببعض المواقف وسرامة وفكرة بقى القب بقى الحتة المعنوية الاحتواء فلو ماما طول الوقت طبعا عليها دور كبير فبابا في مرحلة المراحقة وطفولة المبكرة بيبقى دوره أقوى كتير قوي من ماما ماما شوية بقدرها بيبقى الملطف الحد الطيب الجميل بس أنا نفسي بقى فكرة انه زي ما انتو قلته كده انه نشتغل زي على نفسنا الأول عشان نعرف نشتغل على ولادنا ونخليهم فعلا في أحسن حال مبدئين أنا لازم عشان أفهم المراحل اللي ولادي هيمروا بيها أنا لازم أكون قرية بعد نفسي الأول سمات المرحلة دي احتياجاتهم الحاجات اللي المفروض أنا أتجنبها الحاجات المفروض إن أدعمها بزيادة في الوقت ده كلما أتعلم أكتر عن طبيعة المرحلة ده معناه إن أنا هخرج من عنق والزجاجة في مرحلة المراحقة بسلسة لأنه هي مرحلة شوية إحنا عندنا فيتباك عنها لها مرحلة أزمة ومرحلة صعبة ومرحلة جديدة والإعلام كمان صور لنا الفكرة من خلال أفلام كتيرة في بيتنا مراهق وكأنه ببيتنا كبوس وكرسة وحاجات كده فعايزة أقول إنه أحب طمن الناس وأقولهم أنا كمان لإني أنا في بيتي كمان مراهقين فالمرحلة هتعدي تمام وهتبقى زي مراحل كتيرة في حياتهم وفي حياتنا عدت زي فكرة التسنين دي كانت مرحلة مرهقة جدا على الأم الولد وهو صغير قد إيه معاناته اليومية وضعف المناعة عدت عدت فعايزة أقول إن هي هتعدي بس لما تعدي بفكرة إنه إحنا درسين كويس احتياجاتهم ونفسيتهم ومعرفينهم كمان اللي هم قبل ما يمروا بيه السيناريو رسمها لهم انتوا مشاعركم هتتغير زي ما حالك قلت كده نفسيات الهرمون الكتير اللي بيتفرز من خلال المخ هم عندهم شوية هرمونات حبايب قلبي بتبقى مع صبوهم وهم مش عارفين إيه السبب بعياته هم مش عارفين برضو هو فيه سبب للعيات والبكة ولا لأ مرات تدخلت لإيهم كانوا لسا معياتين وفجأة هستيري الدحك وهرمون طلعة ونزلة طلعة ونزلة أبا نداوي بالزبط لأنها مش مستقرة بالزبط طب شايفاً الأهل يكونوا سبقين بخطوة ويخلوا أبنائهم يكونوا كمان سبقين بخطوة يعني الأب أو الأم يبتلي يتكلم مع ابنه أو بنته بأن أنت داخل على مرحلة كذا ولا سيبه يتفاجئ وهو يتعامل كده بشكل غير مباشر من خلال دراسته أو قرأته على حد ذكره أنا مش بحب المفاجأت مش بحبها في المراحل بتاعتك وقلم كده وخطط ما ونشتغل لا بالزبط لازم نبقى معنا الكتالوج بتاع المرحلة عشان نبقى فاهمة الكتالوج الشخصية بتاع البنتي وخصوصاً أنه الفترة دي بتبقى فعلاً فترة فيها شوية مشاكل بتيجي كده ساعات مع فكرة أنه إيه ده ده ابن تغير ده دي كانت بنت كويسة ده كان الولد زي الفل هم أوكي هم كانوا زي الفل وكل حاجة هم برضو زي الفل هم ليس زي الفل على فكرة بس هي الفكرة أنه إحنا عايزين ندرس شوية ونعرف سمات المرحلة دي دخلها بينا على إيه وهتودينا الفين وخصوصاً لأنه فيه زي ما بنقول كده مراحل معينة زي في مرحلة الطفولة بيمروا ساعات بفترة أنهما أوكي لو الأب والأم مش ديت حاضر 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 اللي هو الطاعة المقنعة فأنتي شايفة أنه ابنك بيقول حاضر أو بنتك بتقول تمام بس هي مش تمام هي بتقول كده وهي مش تمام هي عايزة تكسر فكرة أنه بتريح دماغها من الأردرات ومن الأوامر اللي طول الوقت وكده فبتروح مبطقة كلمة حاضر 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 كتير دي ممكن تودينا أن أنا أعمل حاجات من وراهم وحاجات كنت خاطئة صح طبعاً وهي دي ما هي دي بقى اللي بتخلينا حس إنه النطة إيه ده مكادش كده هي أول ما جات لها الجرأة أو أول ما جاله الجرأة وشاف نفسه بدأ يكبر حتة بقى شجاعة كده ركبته مع حتة أنا بقى اتباقت كبير مع الجسم اللي بيكبر فبقى فيه حتة بجاحة في التعبير يمكن بقيت القناعة الحاجات المكتومة اللي كانت حاضر ومكسور الجناح ومكسور ما بقتش بقت برزة قوي فبقت أنا اللي بقى كنتش فاهمة ولدي صح كنت فاكرة أن هم بيقولوا حاضر ومطعين وملايكة ما حاضر ونعم دي دي مرحلة ما قبل المراقب أصلاً أعتقد في مرحلة المراقب يبقى يعني هو رافض طلقي أي أوامر زفع عنده تمرد عايز يعني يقول أنا موجود وبس فكرة التمرد دي برضو إزاي يقدروا أنهم يتعاملوا معاها بسي هو الفكرة أنه إحنا بنتعامل برضو غلط فكرة أنه المرحلة دي زي ما أنت قلت مش عايزين أردرات ولا أوامر هو إيه رأيك لو إحنا عملنا كذا ولا كذا أنا لو دخلت بالمدخل ده فكرة أنه أنا بستشيره أحسن ما أقوله هو أنت مطلوب منك النهار ده كذا أولاً المرحلة دي مش بتبقى محتاجة مننا أن إحنا ندي طول الوقت بأشكال عصبية كمان لأ أنت مش شاطر أنت مش ملتزم كل ما بكون عنيفة وعصبية وبدأ أردرات وما فيش احترام أنا كده كسرت العلاقة جداً وخليته لو هو حتى كان هيجي يتحسن معايا ويبقى شخص كويس ويوي أنا خسرته حطته في الناحية لعدو ليه؟ لأنه أنا طول الوقت مش مقدره مش محافظة على خصيته مش عاملة لمت واحترام مش حاسة بأنه بقدره بشجع أنا خلته في حتة تانية فأنا مش ده المفروض أن أنا أعمله عشان كده بقول أنه زي ما بعد نفسي بعده كمان وأقوله تداخل على مرحلة هتحس فيها أن أنت شوية متلغبة أنت مش عارف أنت كبير ولا صغير مش عارف مش فهمها مش حاسس قوي أن أنت محبوب في الفترة دي ولا مش مرغوب فيك لأنه في الفترة دي كمان بيجي لهم مشاعر رفض وخصوصا أنه كمان الأصحاب في الفترة دي متغيرين ومزاجتهم مش ثابتة فطول الوقت ممكن صاحبه النهاردة بيحبه بكرة قلب عليه فالرفض ده لما يجي من كذا قناة يعني من أصحاب من أسرة من علاقات عبارة مش عارفة إيه بيجي لهم شعور وحش قوي وممكن أن يتدخلوا في مود اكتئاب أنا شخصي مش مقبول أنا حتى بيتي مش بيحبوني أنا مرفوض من الكل فلو أنا فهمت المشاعر دي وقدرت أسبقها زي ما مشرف قال عمر قال سوري بمرحلة أو بخطوة أنا هبقى حاطط نفسي في مرحلة أمان يعني لو هو جالب المشاعر السلبية دي أنا هقدر أقولولك على فكرة أنا متفاهمة جدا ده وحاسة بيك قوي ودي مرحلة أنا مرت بيها وياريت بقى كمان بابا لو هو ولد يقدر كمان يعني يخرج معاه يطلع بره فكرة أنه الوعز والأمر والكلام ده كله وتعال نطلع بره نشرب حاجة مع بعض نتكلم شوية مع بعض هي تقريبا مرحلة المراقبة تبدأ من سنك بالكتالوج القديم ولا الجديد هو احنا اتعلمنا أنه كلمة 10 دي هي مرحلة المراقبة أي حاجة فيها كلمة 10 11 12 13 آه يعني هبنتكلم من 11 مساء لكن دلوقتي دلوقتي لأ ما أنا عايزة أقول دلوقتي ممكن يكون في بيتنا مراقبة واحدة من 9 سنين أصلا بسبب الميديا والطورات اللي بتحصل طب حلو أنتكلمت على الاستعدادات أنه لازم نكون مستعدين وأنه اتفقنا على فكرة لازم نكون نسابقين بخطوة طيب لو هنقول نقط سبتة لخطتنا للتعامل مع هذه المرحلة سواء أب أو أمي تلي يجهز لها طبعا مش هنقدر نشرح تفاصيل كاملة لأنه ده لأ محتاج بقى دراسة وقرية كتيرة طبعا إيه هي النقط السوابت اللي لازم تكون مضيئة كده قدام عناي علشان أعرف أدخل على المرحلة دي مع ابني احترام احترم الحاجات بتاعته احترم مشاعره احترم تقلباته المزاجية احترم خصوصياته ما دخلش مثلا فجأة أفتح البيب لازم نبقى بفهمين أنه هو عنده خصوصيات فرضا عايز يعمل حاجة مش بقى فيه فرق ما بين الرقابة واللي هو طول الوقت أنا بشكك فيه ومش واثق فيه باقتحم عليه لأ أنا الرقابة مطلوبة طبعا عشان ما بقاش الدنيا مفتوحة طول الوقت وانا مش داريانة وفي نفس الوقت انه فيه جزء من الخصوصية لازم احترمها صوت العالي ممنوع طبعا فكرة القاء الأوامر وانت مسؤول والألفاظ السلبية الحاجات دي كلها بتخلي المراهج لو هو ماشي كده يعكس انه انا مش المفروض ابدا انتكتكلمي معي بالطريقة دي وعايزة اقول انه لو تعصب علينا او حصل منه تجاوزات مش هو المسؤول خلينا دايما نقول انه الهرمونات والمشاعر والتغير المزاجات مش هو المقصود يعني مش أنا المقصودة لو هو دلوقتي انا بتكلم معاه في حوار املوده عيلي ومشاعره افورد قوي انا مش هاخدها بانه ده كده اهني ده كده غير تفا ده كده تعدى الحدود ده كده تخطى ومش عارف اين هكذا حاجة غير اراضية لكن لو يعني لو انا هتكلم بلسان حال امهات كتير يمكن بيشوفونا ان ابني او بنتي خلاص احنا رسمنا مع بعض الخطة كاملة حطينا القيم والمبادئ الخطوط الحمرة اللي احنا اتفقنا ان احنا نمشي عليها عملوا حاجة غلط تمام يعني تصرفوا كده تصرف احنا ما اتفقناش عليه تخطوا الخطوط الحمرة مش هقول ازاي عقبهم بس ازاي اقومهم ولو هعقبهم برضو ايه نوع العقاب المناسب للفترة اولا شابوه على فكرة ان مش هعقبهم دي يعني لانه احنا في فكرنا دايما انه عمل غلط فانا لازم اعقب عقب يعني وخصوصا بقى ان فيه ناس تقولك يعني اكسروا يعني اخليه يحس بغلطه يعني اخليه عنده عقدة زنب من العمله كل ده مرفوض هو العقاب لما فيه مدارس جت وقالت فعل من نفس ان احنا نحط عقاب مش معناه انه اهروا وظلموا واغيزوا واحبطوا لا لا خالص معناه ان اقدبوا وفاهموا ان الغلط ده غلط ليه وتحاوروا وتكلم معي وفاهموا انه المفوض انه الصح كذا تمام مش هعاقب خلاص وخصوصا فيه اطفال ممنوعين من العقاب الناس الخوافة قوي الاطفال لنفسيتهم بتهتزوا بترتبط من دول ممكن بعد الشر في عقاب يموتوا او فكرة التخوف والتهديد دي تموتهم فبعد اذننا يعني نغير فكرة لكن فيه حاجة اسمها العواقب لكل تصرف العقبة بتاعته يعني انا لو مش انا عايز اقول حاجة تفضل يعني للأسف الشديد في وقت الامور لما بتوصل لمرحلة العقاب الشديد يعني في بعض الاحيان وانا شفت حالات بعيني يعني فيه شباب بتنتحر للأسف طب يعني انا مش هذكر حالات بعينها بس انا اعرف يعني حالات بعينها ما كانتش بتذكر كويس في السنوال العامة والمدرس اشتكى منها فوالدتها كانت تردف علىها يعني غير مبالغ فيه جدا فالبنت انتحرت فده بأكد بس على كرامة عشان كده انا بأكد معاك وبنقول انه فعليا فعليا مش مطلوب مننا انه هو انا بحب ابني حب غير مشروط بمعنى ايه عمل حلو بحبه عمل وحش بحبه قبله بكل ضعفاته قبل ايجابياته يعني فهو لازم يعرف كده ان انت طول الوقت انت محبوب مش برفضه ابدا وقل له ابعد عني ومشي من وشي ومفيش حضن دلوقتي ومفيش كلام لا مش ابدا كده ابدا بالعكس ده انا احتويه اكتر وفاهم انه هو في الوقت ده مسموع ومرحب بيه ولو انا ما كنتش بحضن لا بالعكس انا هحضن مع اني الحضن ده ما ينفعش في منع ابدا يعني المفروض بقى انه انا افهمه انه لو هو عمل حاجة غلط الحاجة بتاعته الغلط دي لنها تيجى فاهماني يعني نتيجتها كذا لو من نفس الصنف يعني مثلا اثر في حاجة او اتحمل نتيجة التقصير دي العاقبة بتاعته عشان حتى لما بيكبر بيبقى فاهم اثرت في شغلي اكيد هاخد جزء او هترفض او مش هتكافئ بلقى شخص مسؤول بالزبط لكن مش فكرة انه قعد برا ما تكلمنيش لمدة كذا مرفوض دي مرفوضات خالص لانه خلاص اصلا هو كبر يعني في مرحلة المراهقة خلاص هو مش الطفل الصغير اللي هيعيط واسف يا ماما واخده في خضني كحياتتين وخلاص لا المفروض انه هو شخصيته بتتبني ونطجه بيزيد فانا بتهيقلي المفروض اكون متناسقة مع كم النطج اللي دخله فبالتالي هبقى بفهم فكرة انه انت عملت كذا هتتكافئ علي كذا عملت غرط في كذا العقبة العقبة بتاعتك كذا انك هتخسر كذا وهو ده المفروض يحسب وده بيعلموا الحياة بشكل عام بيأهلوا للتعامل مع المجتمع بشكل عام السيدة ميري رمسيس تشاري الأسري والباحث التربوي الكلام ممتع معاك وبيغلص بسرعة من كتر ما هو حل شرفتين ونورتينها حضرتك نورتينها وشرفتينها واستفدنا جدا مع اننا مش في مرحلة المراكبة استفدنا جدا من حضرتك شكرا لكم وشاهدين الكرام فاكرتنا انتهت ولكن حلقتنا لسه مكملة بعد الفاصل هنتكلم عن مبادرة مهمة جدا لدعم أخواتنا من زاوي العقبة البصرية تحت عنوان موهبتي استنونا لو فاكرين ان الأبطال الخارقين والسوبر هيروز موجودين في الكرتون بس لا تبقوا غلطانين لان في حوالينا أبطال بمعنى الكلمة بيتحدوا صعوبات وتحديات كتير جدا علشان بس يوصلوا لحلمهم زي الأطفال المكفوفين اللي تعلموا ازاي يرسموا وينحتوا ويطلعوا منتج فني مبهر واحترافي ده كله بفضل مجموعة شباب طموحين قرروا انهم يكتشفوا مواهب زاوي الأعاقة البصرية ويساعدهم انهم يكتشفوا قدراتهم وكمان يندمجوا في المجتمع وده من خلال مبادرة موهبتي اللي بيقدمها مركز رؤية للأعاقة البصرية النهاردة فاكرتنا هنعرف تفاصيل أكتر عن الأنشطة اللي بيقدموها للفئة دي وازاي بيعلموهم المهارات المختلفة من أستاذ مارو عمار عضو مجلس إدارة ومشرف على مركز رؤية للأعاقة البصرية وأستاذ أبا نوب جرجس المستشار الفني لمبادرة موهبتي يمنورنا ومشرفيننا أهلا وسلام بحضراتكم يعني خلينا نبدأ مع حضراتكم أستاذ مارو مركز رؤية للأعاقة البصرية يعني هو من اسمه كده طبعا يعني حاجة فيها تحدي حاجة مش سهلة يعني خلينا نأول نتكلم على دور المركز بشكل عام وبعد كده ننتقل لمبادرة موهبتي وتفاصيلها بشكل دقيق هو في البداية مركز رؤية للأعاقة البصرية هو من أهم مشاريع جمعية صحبة الخير في سهاجة المركز بدأت فكرته في الأول في 2008 وكانت قيمة على التطوع أن مجموعة من شباب الجامعة حبوا يساعدوا زميلهم اللي هما زول الأعاقة البصرية كانت المساعدات في الأول بدائية جدا تسجيلات بدائية إحنا كمركز وكجمعية إحنا كجمعية حسينا أن المفروض يتوجد لهم مكان مستديم لأن إحنا لمسنا حاجة المجتمع لوجود مركز مستديم عرضنا الفكرة في 2010 على مؤسسة مصر الخير وحقيقي هم رحبوا جدا بالفكرة وأقمنا المشروع كانت بدايتنا في 2010 كانت في الأول عبارة عن طبعة برينتر خاصة بالمكفوفين وكانت جهاز كمبيوتر وكانت قائمة في الأول على التعليم الجانب التعليمي الحمد لله بعد كده تعليم بمعنى إيه قراءة وكتابة وهكذا؟ اللي هي تعليم برايل وطباعة مناهج ومقرارات خاصة ببرايل وتسجيلات خاصة بهم بيحتاجوها الطلبة بعد كده الحمد لله إحنا تطورنا وحاليا إحنا عندنا المركز عملنا في سهاج مركز كبير عندنا قاعة طباعة كاملة عندنا قاعة كمبيوتر عملنا مركز لنا تاني في إنا زي سهاج بالزبط فقوة توسعنا بقينا بنخدم ثلاث محافظات اللي هم سهاج وقصيوت وإنا وعندنا ما شاء الله دلوقتي سطاف كبير من العاملين وعندنا مستفدين كتير المركز في الأول كان بيقوم على الجزء التعليمي بعد شوية إحنا بدأنا نعمل حبة أنشطة إن إحنا نحاول نعمل لهم ورش فنية ورش رسم ورش تعليمية ونعلمهم كمبيوتر وحاجات زي كده لقينا إن الولاد دول وعملنا كبان فريق مسرح ونفذنا مسرحية مدينة العميان لقينا إن الولاد دول عندهم إحساس عالي وعندهم موهبة بالفترة فحبنا إن إحنا نعملها بطريقة ممنهجة علشان خاطر يستفيدوا بيها أحسن ودي كانت بداية مبادرة موهبتي اللي إحنا بصددها حاليا وهيستعنى بأستاذ أبا نوب اللي حقيقي الحمد لله نكحته دي تعتبر أهم إنجاز لنا في 2023 بالنسبة لمركز رؤية جميل جدا كنت لسه أنا وعمر بنتكلم في الفاصل عن فكرة إن قد إيه إخواتنا من زاوية الأعاقة البصرية عندهم إحساس وبيشغلوا حواسهم في فكرة أنهم يتعلموا مهارات جديدة فدي حاجة يعني إحنا كنا منبهرين بيها إزاي ممكن يعملوا ده فإن يعني حد من إخواتنا من زاوية الأعاقة البصرية يغني أو يعزف دي حاجة طبعية إحنا موفقين عليها إنما يرسم أو ينحط ده الغريب وده المختلف وده اللي محتاج تدريبات خاصة إزاي بتضربوهم على ده تمام هو الهدف من المبادرة نفسها إن إحنا بس ننشئ يعني مساحة أمان الأولاد دي يقدروا خلالها إن هم يشاركوا بيشاركوا بأفكارهم بأحلامهم يشاركوا بمشاعرهم ويطلعوا ده في كل أشكال وصور الفنون من خلال إن هم يقفوا على المسرح ويمثلوا إن هم يغنوا إن هم يقولوا إنشاء الديني إن هم كمان ينحطوا ويعملوا فن تشكيلي الفن التشكيلي هي كانت رحلة شوية في الأول صعبة يعني حتى في الأول ما كانش موجود المكون بتاع الفن التشكيلي بس يعني أنا حسيت إنه مهم إنه يكون موجود واشتغلنا على الرحلة دي بتاعت الفن التشكيلي كان الفن التشكيلي أنجلو هو الماسك المكون ده عمل شوية شغل بقى هو المساعدين إن إحنا إزاي بقى نخلي الأولاد يوصلوا للنتيجة النهائية بتاعت البورتري دي فبدأ الرحلة بأن إحنا الأولاد بالنحط يعملوا الخط المستقيم بس يعني هم يلمسوا بس الخط المستقيم طب تعمل نعمل خطين طب تعمل نعمل ثلاث خطوط ويخليهم مسلس طب تعالوا نعمل أربعة ومربع طب نعمل دايرة وهكذا بعدها طب تعالوا الأشكال المسطحة دي نخليها أشكال مجسمة فالمربع يبقى مكعد المسلس يبقى هرم الدايرة تبقى كورة طب تعالوا نجرب ننحط فاكها ننحط موز يعني صباع الموز وهو يحاول يلمس صباع الموز ويعمل زيه طب طفاحة فيعمل زيها وهكذا بعدها طب تعالوا نجرب يعني مكدت كده الحيوانات صغير نيلمس الحيوان صغير كده ويحاول يتحسسوا يعني ويعمل زيه بالظبط لحد ما قلنا طب خلاص تعالنا خد تجربة البرتري فأنجلو بدأ يعلمهم انه يعملوا كل عضو الوحية للعين لوحدها وبعدها طب الأذن لوحدها وهكذا يعني الحواس كلهم كده كل حسل وحدها وفي الآخر قلنا خلاص هنعمل بقى بورتري فعملنا البرتري بالشكل النهائي وبالشكل اللي حضراتكم شفتوا يعني طب على ذكرك للحواس هل في جزء من التدريبات ليه علاقة بتنمية مهارات الحواس السمع الشم وهكذا يعني طبعا فقد البصر بالذات في الفن التشكيلي أو في الرسم بيحتاج للبصر بشكل كبير جدا ولكن احنا بقصد تحدي عظيم الحقيقة تحدي كبير جدا فإيه التفاصيل اللي ممكن يعني انت شرحت الحقيقة تفاصيل دقيقة جدا في فكرة ازاي ينحط موزة وبعد كده ينحط يبتلي ينحط في اجزاء الوجه مثلا وهكذا فكرة انه هو يبتلي يشغل حواسه الاخرى اللمس مثلا علشان استخدام الالوان هل ده ليه دورة تدريبية متخصصة داخل المبادرة مثلا هو احنا لقينا فيه حاجة مميزة جدا في الموضوع انه الإنسان المبصر بتبقى الدنيا زحمة حوالي يعني بتشوف كتير فده طبعا يعني اصلا الفن التشكيلي هو علم البصر هو التحدي هنا انه هو ازاي شخص زوية عاقة بصرية يعمل حاجة هي في الاساس قائمة على البصر ولكن المميزة عندهم الهدوء انه هو هادي افكاره هادية عنده خيال الخيال بتاعه كمان واسع جدا فبالتالي تركيزه بيبقى اعلى بالظبط كده وابداعه وطقته بتبقى افضل بالظبط كده وده يعني مثلا في الاول البورتريه عشان يخلص احتاج مننا تلات ايام كل يوم تلات ساعات فبعدها بيقى يومين بعدها بيقى يوم احنا دلوقتي وصلنا انه يعني ممكن في خلال تلات ساعات يعمل بورتريه كامل بكل التفاصيل وكل الحاجات بتاعته ده فيما يخص الناحط الرسم بقى ده برضو موضوع كبير ومهم المركز فيه انشطة بيعملها للرسم عن طريق انه هما الرسمات بتبقى معمولة لحدود بتاعتها باستخدام الشمع فهو قادر انه يشوف يعني بايده يحس انه يعني الجزء ده هو اللي هيتلون فباستخدام الوان الشمع بيبدأ يلون الجزء اللي هو هيعمله وكمان في كل جزء المركز عامل كده نموذج هو اللي عامله انه هو كل جزء مسمين يعني رقم واحد كذا رقم اثنين كذا بس احنا بقى اشتغلنا كمان نطور الفكرة دي فانه هما كمان ازاي يمسكوا الالم ويبدأوا يرسم فكان عندنا التحدي انه هو اول لما بيسيب ايده يعني هو لو هيرسم شجرة اول لو يساب ايده مش هيعرف هو مش هيعرف يرجع للنقطة اللي ساب عندها بالزبط فاحنا برضو عملنا كده فكرة بسيطة انه هو ماسك الالم لو هيقف هيحط حط الطين عند الحتة اللي هو عند الحتة اللي بدأ منها والحتة اللي انتهى عندها يعني بحيث انها تبقى جيد في طول الرسمة يعني على طول طول ما هو شغال بيحط حتة الطين حتة الطين لحد ما تبقى سهل انه يرجع لاخر نقطة وصل لها اه هو بيتحسس نقطة الطين اللي هو عملها طيب بعدنا يجينا في حتة الالوان اه طب هو عايز يلون ده بني وده اخضر اه يعني حسنه من حقه انه هو يقول اه هو يختار اللون اه يمكن حتى لو فيه طبعا اطفال بيبقى يعني الكف بتاعها يعني قبل خمس سنين اللي هما معندهمش زاكرة يعني ما عرفوش ايه الوان اللي عندهم بمضاعة انا عايز لون احمر فبياخدوا اللون الاحمر وهكذا اه بس كمان حتى الناس اللي هي مش عارفة الالوان انه هو تحس بالمعنى يعني المعنى بتاع اللون يوصل له انه فيه انه لكل لون ليه معنى الخاص بيه وهكا جيبنا الالوان عملنا كده في ستيكر كده في اخر الالم اه بطريقة براية اللون يعني احمر فهو يتحسس الستيكر فعارف انه خلاص هو ده اللون الاحمر هو يكون قادر انه انا اللي اختار اللون اللي الون بيه مجود كبير بصراحة الحقيقة ويعني فيه شيء كبير من الابهار واحنا مبسوطين جدا بالمجهود اللي حضراتكم بتعملوا استاذة مروى احنا شايفين احنا معنا العاب مختلفة ياريت حضرك تشرحلنا ايه الالعاب اللي بتقدموها ليهم علشان برضو تناموا مهاراتهم اكتر طبعا احنا بعد الشق التعليمي احنا بدأنا نهتم من الولاد يبقى عندوهم نوع من الرفاهية هما مش مجرد انهما جاي من يتعلمه بس احنا عملنا العاب فيه العاب موجودة فعلية احنا طورناها زي الشطرانج زي الكوتشينا زي المكعبات الالعاب دي موجودة فعلا واحنا وصلناها لمرحلة ان هو بيقدر يتعامل بيها وبيلعب بيها تماما وعندنا كمان العاب تاني احنا اللي اخترعناها في المركز احنا اللي عملناها ونفذناها زي مثلا اللعبة دي اسمها زومة دي برضو الطفل بيقدر يلعب هو وحد تاني معاه عندنا العاب اسمها العاب دمجة فيه نوع من العاب العاب دمجة بمعنى انه ممكن الكفيف يلعب بيها مثلا مع اخوه او مع مامته عادي ما فيش مشكلة عشان ما يحسش ان هو معزول ما يحسش ان هو عنده مشكلة وفيه العاب بيلعبها لأ كفيف مع كفيف تاني فده اللي احنا حاولنا نعمله في المركز عندنا كمان حاجة زي الساعة اللي موجودة دي دي منها بيتعلم مثلا كذا حاجة بيتعلم الاتجاهات انه مثلا بيبقى عكس عارب الساعة او مع عارب الساعة بيتعلم منها الساعة بيتعلم منها الارقام والحروف بيتعلم الاشكال انه ده شكل مربع ده مدور ده كل حاجة دي باللمس بحيث ان نحاول نعمل معاه اقصى استفادة انا شايف هنا يعني جزء من كلام حضرتك هنا في الصور معنا تمام هما دلعب بيلعب مع بعض هما دلوقتي بالزبط هو بيلعب لعبة عاملة زي الزهري كده انه هو بيدرب الرقم وبيختار الرقم وبيحرك بيلعبوها هما اتنين مع بعض وفيه طبعا فيه مصار بيبقى موجود لو حضرتكم بياخدين بالكم ودولا فيه واحدة فيهم من تحت تبقى رفيعة وواحدة تخينة عشان ما يطلق بطوش وحد فيهم في الاخر يوصل للنهاية هي دي يبقى كده هو فاز في اللعبة فعلشان كمان يستمتعوا ودي اسمها الالعاب الدمجة اللعبة دي برضو دي المتاهة دي المتاهة دي جواها كورة هو بيحاول يوصل للنهاية عن طريق السمع يعني هي وفيه منها كمان متاهة بتتلعب برضو عن طريق زي شكل يعني لغاية ما بيوصل للنهاية انا فيه سورة لفتت نظري هستأذن زماننا في الاخراج لو يرجعوا عالنا اللي هما كانوا الشباب بيرسموا فيها يعني انا شايف فيه رسم دقيق مش مجرد رسم اه هي دي يعني لأ انا شايف الرسم بدقة مش رسم عشوائي اه الرسم ده زي ما قالي السيد ابا نوب يعني هو لي يعني رولز ان احنا في الاول بنرسم حدود للرسمة وبنرقمها وكل رقم ليه دليل انه هو بحيث انه هو يقرأ هو رقم واحد مثلا عرف انه هو رجل او 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 راس او حسب بقى حسب الرسمة طبعا الرسمة دي في الاول بنبقى كتبين لها زي جزء مختصر انه دي رسمة كذا هو بيقراها برايل وبيعرف مثلا ده نوع من انواع الحيوانات هو بيقرأ بقى ده ده بيعيش فين ده الكلام ده كله احنا يعني بيبقى فيه دليل كامل عشان خاطر يساعده يكون جواه صورة انه ممكن تقول الرسمة دي رسمة ايه او هو يتخيلها ازاي وطبعا الوان الشامع دي مهمة لان دي لها ملمس هو بيعرف بقى الحتة اللي تلونت من الحتة اللي ما تلونتش وهو ده لكم انا بنتكلم فيه من شوية فكرة الاعتماد على الحواس المبادرة وصلت تقريبا للكم حد العدد قد ايه عدد من فقيد البصر قد ايه يعني قدرتوا توصلو لهم لحد الوقتين منذ بداية المبادرة هي المبادرة نفسها اللي استفاد منها خمسة وثلاثين المبادرة لسه بدأة لكن المركز طبعا من الفين وعشر احنا نفذناها في سوهاج بس احنا ان شاء الله نوين نعملها في انا وفي اسيوت بإذن الله ان شاء الله تعلموها على مستقى الجمهورية ان شاء الله لكن هو عدد المستفيدين من المركز عموما في كل الخدمات تجاوز الالف وخمسمائة مستفيد جميل جدا وستاذ ابا نوب احساسك انت بقى الشخصي لما بتشوف كده ان اخواتنا من زوية الاعاقة البصرية اشتغلوه بعد المجهود اللي انتو بزلتوه معهم بتشوفوا بقى منتج فني ملموس بتحس بإيه ساعدة سدقيني انا بحس ان الفرصة دي فرصة احنا كمدربين استفادنا منها اكتر من الاولاد حس ان احنا دخلنا جوه زواتنا اكتر احنا نفسنا كمدربين اكتشفنا نفسنا كويس من بصيرة الاولاد حقيقة حاجة بتبقى مبهرة جدا انه في حاجات بنحاول نقلبها انه لا مش هتنفع الزول العاقة البصرية مش هيعرف يمثل مش هيعرف يوقف على المصرح الموضوع صعب هيتحرك ازاي بس اصدقيني كل توقعاتنا هم فقوها بكتير حضراتكم ومهاراتهم واكيد مجهود حضراتكم حضراتكم بتقوموا بمجهود كبير جدا معاهم والنتيجة اللي احنا شايفينه قدام عانينا بالزابط هم عندهم طاقة رهيبة حتى في المصرح مثلا في الحركة لا هم بيعرفوا يتواصلوا على المصرح افضل منهم ببصرين احنا ساعات نقعد بروفات بقى كتير جدا بالناس المبصرة ولا والدنيا مش حسن حاجة بس هم عندهم تواصل بيحسوا ببعض حتى على المصرح يعرفوا يعني قادرين دلوقتي خلاص يعرفوا مربعات المصرح عارفين يتحركوا عليها كويس عارفين يعملوا اداء مسرحي كويس كل واحد عارف يخلق شخصية ليه هو وعارف ملابسها وعارف كل تفاصيلها يعني هم مبهرين للأمان الحقيقة يعني كلام حضرتك مش متفاجئ بي يمكن انا وفاطمة لنا رأي كلا دايما يعني احنا بدورنا كاعلام بنحاول دايما الحقيقة ان احنا نركز مع اخواتنا من زول الاعاقة ايا كان نوع الاعاقة يعني حاجة الدولة كلها بتتجه في هذا الاتجاه بقالنا عدد من السنين وده ملحوظ جدا ودائما انا وفاطمة متفقين علي ايه بقى ان يعني اصحاب الاعاقة لديهم من المهارات والموهبة ربما يعني ما ليس لدينا فانا مش متفاجئ بس مبسوط خليني ارجع لحضرتك 2008 كان الامر تطوعي 2010 مؤسسة مصر الخير ابترت تدعم المركز من 2010 ل2023 حوالي 13 سنة اهو مين تاني قدم لكم دعم مين تواصلتم معاه والله يوحلين هي مؤسسة مصر الخير هي الدعم الاول والرئيسي لينا من 2010 لغاية دلوقتي مركز انا قامت بي مؤسسة ابن سينا فارما للأدوية هي اللي قامت بي وننتظر المزيد حقيقي لان الموضوع الشق التعليمي واحده مش كفاية الانشطة دي مكلفة مكلفة وبتاخد مجهود وبتاخد اعداد وبتاخد وقت كتير فاحنا نتمنى واحنا نفسنا كمان نعمل مركز مستدين فقاسيوت زي انا وسهاج لان احنا بنتعامل فقاسيوت من خلال منصقين احنا محتاجين ده في كل المحافظات عموما وانتو يعني تستحقوا الدعم مقلبا وقالبا والستاذ ابانوب فكرة تعليم الاطفال من زاوية الاعاقة البصرية في اتجاه وفكرة التعامل معاهم في اتجاه تاني هل وجدته صعوبة في فكرة التعامل مع الاطفال في الاول احنا كان يعني انا كنت يعني اصررت ان احنا الاول نقعد مع مشرفين المركز ونقعد مع الاخصان نفسه الاجتماعي في المدرسة علشان دي الامانة اول تجربة لها مع زاوية اعاقة بصرية اشتغلت مع اعاقات مختلفة بل زاوية اعاقة بصرية كتاب المرة فكل المدربين يعني كان عندهم اسئلة يعني كان لازم ان احنا نقعد ونتناقش في كل الحاجات وده فدنا جدا فدنا جدا في التعامل من طريقة التعامل نفسها مع الاولاد للكلمات اللي احنا نطلعها يعني الاخصان نفسه الاجتماع كان لهم دور مهم في ده لانهما في حاجات كتير علموهنا والمركز علمنا حاجات كتير فده اللي انا بشوف ان ده اللي خلينا قددنا ان احنا نكمل للنهاية وإحنا كلنا مبسوطين والاولاد حبيننا وإحنا حبينهم والشغل طلع بصورة كويسية يعني من ابسط الحاجات البسيطة في التفاصيل البسيطة لحد الحاجات الكبيرة يعني حتى في التعامل البسيط لو انا بتكلم مع طفل وعايز اروح لاخر لحد الباب ورجع محتاجين انا اقول له هسيبك بس هعمل حاجة واجي عشان انا مش كده وهو يتكلم معي وانا مش موجود حاجات بسيطة خالص في التعامل بس صدقيني فرقت كتير جدا فرقت كمان مع الاولاد يعني احنا دخلوا قلوبنا بسرعة وهم واحنا دخلنا قلوبهم بسرعة جدا بسيطة يعني الحاجة عارفنا تفاصيل كتير قوي عن المركز قدموا بشكل دقيق وهي الحاجة مجود يعني مشكور جدا بس انا بقى يهمني في الامر الحالات نفسها الاولاد نفسهم الشباب نفسهم احساسهم ايه بعد ما بيقدموا الابتعاد هل ده يعني من وقع 1500 حد على ذكر حضرتك اكيد او يعني خلينا اسألك بلاش اأكد يعني هل ده زودلهم ثقاتهم في نفسهم هل ده علالهم سقفة محطهم هل ده خلاهم يبقى عندهم ثقة بان انا لا هكون عنصر في المجتمع مفيد لان البعض الحقيقة الاعاقة ممكن تخليه نفسيا يحس ان هو مش قادر يقدم حاجة رغم ده غير صحيح تمام فبسأل حضرتك بعد ما بيقدم ابداع مختلف يمكن يعني غير فقد البصر ماقدرش يعمل حاجة بالابداع ده هل ده بيخليه بقى يحلم بقى أحلام كبيرة وبيسعى لتحقيقها طبعا ده بيسعدهم جدا وبيديهم ثقة عالية وهم بيبتدوا يقلدوا بعض ويحسوا ان الطاقة اللي جواهم هو الناس شايفاها وبدأت تساعدهم ان هم يستمروا فيها ويعلوا بيها يعني مش عايزة يعني في جملة كده كان قالها ولد وهو بعد النحت قالك انا لما بنحت بشوف مستقبلي الولد ده عنده بالضبط 12 سنة تخيل حضرتك التعبير ده لما يطلع من طفل عنده 12 سنة هو حس بايه ومدى الاحساس اللي وصل له شكله ايه والاهليهم كمان هم طبعا مبسوطين جدا وبيحسوا ان احنا لا عايزين نكمل تاني وعايزين حاجات تانية اكتر واللي بيشتغل مثلا في نقطة معينة في الرسم لا عايزي جرب كمان النحت اللي بيشتغل في النحت لا ده انا ممكن كمان اعزف لا انا ممكن امثل لا هم الصراحة ما شاء الله عليهم بيدونا احنا كمان دافع ان احنا عايزين نستمر احنا جوانا افكار كتير وعايزين نقدمها تاني وانا محتاجين حضراتكم انكم تكملوا في الاتجاه ده لان ده يعني افادة استاذ ابانوب جرجس المستشار الفني لمبادرة موهبتي نورتونا وشرفتونا وبالتوفيق في الخطوة اللي جاي ان شاء الله شرفتونا ونورتونا وبجد انا اتعلمت من الاطفال ان كانوا فاقتي البصر الا انهم الا انهم مبصرين بقلوبهم وبعقولهم وبتقتهم وانا مبسوط قوي ان انتم قادرين توصلوا يعني الجملة اللي حارج زكرتها دي انا مخلياني في قمة السعادة انا لما بنحت بشوف مستقبلي بجد يعني كلمة حكمة مش مجرد كلمة شرفتونا ونورتونا دايما بالتوفيق يا رب ان شاء الله شاهدين بشكركم على حسن وطبيعتكم انتهت حلقتنا النهاردة من برنامجكم طابور الصباح وبشكر فريق العمل القائم على برنامج طابور الصباح ونشوفكم بكرة في حلقة جديدة يا رب يومكم يكون حلو ان شاء الله